نحن نكون مشاهدين من جديد طبعاً منبدأ هلأ بأول فقرة ثقافية لحتى نسلط الضوء على شاعر من لبنان لحتى نسلط الضوء على إصدار جديد وكتاب جديد طبعاً هذا الشاعر هو فخر زحلي والبقاع هو بلبل البردوني هو شاعر العتابة والزجل هو الأستاذ الياس صادقة أهلا وسهلا فيك في تلي الميار ونرسات طبعاً اليوم لما نقول بلبل البردوني بعرف أنه كتار بزحلي بيعرفوا أنا شو عم بحكي عم بحكي عن الشاعر اللي هو وصل إلى قلوب الناس قبل ما يوصل إلى أسماعهم يمكن بمحل وهو عنده أربع كتب وأصدارات ودواوين شعرية واليوم معي بين إيدي كتاب خلود الغزل اللي هو كتاب زجل وعطابة وأنا برحب فيك طبعاً بي تلي الميار ونرسات أستاذ الياس اليوم إذا بدنا نحكي عن الياس صادقة بلبل البردوني اللي هيدا اللقب أطلق عليك هالقد كانت الناس بتحب أنك تسمعك وكتب تنصد إليك مثل البلبل كيف بلشت حياتك الشعرية؟ بلشت حياتي الشعرية بي كان شاعر عتابة جدي شاعر زجل بلشت بكير تقريباً كل الحفل يجيب شاعر عتابة قلت بركي بترجع بتكتير من العناصر ما عاشك تعملوا صاروا يروحوا وكبروا ونطر رأيت عزجل وملت الجوء واستمر رأيت وبعدها صرت أعمل كتب صرت متمنوان ما تكون عملش كتب قلوا لا ما صارت تطر رأيت أعمل كتب ليش قلوا كان لازم لك تكون عندك انتجات وأصدارات شعرية لحتى فعلاً يحطوك بمصاف الشعراء الحقيقيين كيف شعر العتابة العمال الكبار كلهم عندهم كتب؟ لا ليل عندهم كتب ما عملوش أغلب الأمية كانوا شعر العتابة ما هل عم بقوله؟ بس لعت على المنبر قال لغني وشرطان كتير وسديات كتير بس مش كاتب كش أعمل كتب طبعاً طب خليني أسألك سؤال أستاذ اليس يعني قلت أنه كان عمرك خمسة عشر سنة ست عشر سنة وكانوا أصغر الشعراء والعتابة عمرهم بالخمسين والستين وراحوا كلهم طب ليش ما في عندنا شعراء عتابة؟ العتابة صعبة نعم مش عم يطلع شعراء عتابة بعدين أكتر شي طليع من لبنان كله منزحلي شعراء عتابة مثل مين؟ مثل مين؟ طانوس غزيلي تعرفي عاش من يوسف أثنين جبته مرة معي مع رياد شرارة برنامي السعيدي عديم سنة الأربعة وسبعين يوسف حاتم أمير أمير العتابة لليوم ما ترعش متصوته بعد ميت بكير هو لازم يكون في عنده صوت حلو اللي بدي عم الشعر عتابة العتابة يكون عنده صوت الزجل بيمشي الحال مين بدي قدل لك ريس النجار فالبكير عاميركا فيه واحد اسمه بولو سمارون من ودي العرايش الحقته غنيت أناويه وعنده خاي اسمه عبدالله فالبكير عاميركا نعم هذا التراث يعتبر تراث لبناني محط تراث لبناني مية بالمية العتابة مهمة كتير العتابة نعم العتابة بتختص من زحلة لا تلحق حدود سوريا لسوريا نعم هايك ساوب الجبيل لا فيش عتابة كله زجل كله زجل زجل ماتنوا ما ماتنوا كله زجل عتابة مش شغلته نعم طب اليوم استاذ الياس نعم لما نشوفك انه بعدك محافظ على هيدا التراث وبعدك عم بتخليه موجود لحتى تنقله لأجيال قادمة هل عم بتشوفي عناصر شبابية عم تهتم بالعتابة والزجل؟ فاي عم يهتموا بس ما بد يقدروا يقلعوا بيهتموا اللي عين بصيرة ورد قصيرة بيعرفوش بس عم بتخف يعني من قرد يتحتى بالعتابة من النوادر يمكن بعد كان واحد بيكتبوه وبيحفظونه وبيغنونه صوات حلوة بس ناس ترتجل على المنابر مش عم يمرؤ علي لانه لو فاي كانوا اول ما بيقصدوني واذا فاي من راس بكرة بعم جاوية عتابة برجح حلو خلود الغزال اللي هو المولود الثالث لقلك من بعد كتابين كنت انت كمان بلشت فيهم ضمن إطار الزجل والعتابة خبرنا شوي كيف بلشت تجميع بلشت تجميع الأصايد أو الأشي اللي كنت كتبها لحت قدرت أصدرت كتابين حلو ما جمعتش كل شي جديد تلع معي نعم هندي أربح تلاف بيت عتابة تحت السلاح بدون مدق بالقديم نعم اي هلا او ثلاث كتب والكتاب الرابع أسرار الغزال والدوان يعني فيهم حوالت ثلاثة ونصف أربعة ايه ايه أربح تلاف بيت عم وبعد عندي مبارش براسي قداش مخزون منيش عاريف معدى البكرات والتجيلات بعم ما دقيتش فيهم ما دقاش بيطلع ايه العتابة عملتلها كرامي منيحة ضلات محافظ عليهم حلو بكل كتباتك بكل كتباتك تسمع عمد يوم خلق طبعا يالا نوايتك تسمع يعني أكيد كلنا سمع لعل متل ما قدلك العتابة بيختص بالشروق الشروقي ومع العتابة حلونا نما انمييزين في العتابة والشروقي الانسان لما نمى ما بين هالإقطار اشتركوا في القناة يسقينا ويسوع كان الحما مات المطلوبار طلت تخسلي بودمة النور يهدي والجو مهما هما نصواعق أعصار منشوف إنو كمو خيرات يعطينا والحب فينا ارتمى عن وجد عن إصرار ومنع الجور يحمى بينفخ طمأنا يا ريت من الدماء أملاكنا للجار ومن موت موتي كما يسوعنا الفينا والله يعين الأمى على اللي جرى والصار فيها ومن بلسمة أمرها بيعني يا ريت من الدماء أملاكنا ومن تلالوميار الوما ومن تلالوميار الوما عم يلفط الأنظار وطغماط من شرزمال عنها بتلهينا الفردوس الملازمة بيبعت لها الأزهار ونحنا منجيها حما كل ما بتدعيها كريستين من كرما من هالحبأ والغار من دونها ما بتنسمى زحلي اللي نامينا وبلادنا تاير حما هالخالق الجبار نصليه من ترجمة آياتنا بحيان الله شكراً شكراً لألك فعلاً يعني هذا الشكر من كل إدارة البرنامج ومنت الليميار على هيدا الهول بيات العتابة الحلويني كتير اليوم مثل ما قلت العتابة وشروق إيه هلأ شفنا نموذج عنه لازم يكون في الشاعر عنده صوت حلو لحتى يقدر يقدمه هلأ الزجل أي شاعر عنده نوع من حبكة بأبيات شعرية محكية ضمن إطار منظوم طبعاً تقدر تعمل هل في نوع من تفعيلة معينة هلأ عادة عن النوع في حبكة الزجل شيء وحبكة العتابة شيء عادة عن النوع النوع موجود يعني عادة بزجل بيكون في اتنين بيصيروا يتباروا يعني والعتابة بيتباروا بس ياغر من قلبي على العتابة الأراضيت راح وجعله هلأ الزجل شو الفرق بين الحبكة هون والحبكة هون لاح سمعيك سمعني زجل سمعني عطابة لاح سمعك عطابة وحبكة زجل مع الشروعي هلأ شو كنا عم نسمع شروعي هلأ العطابة مع الشروعي نعم بس خليكونوا شوي أسرع وأقصر لحتى نقدر نلاحب مي جنايا مي جنايا مي جنا كريستين زحلي وزحلتي كريستين أيينة كريستين عالحلوين متفوق كريستين ندعصت على البنزين طالت نجمينة هيدا العطابة هيدا عطابة هيدا مي جناة والعطابة مع بعض نعم فيكي تقطعي أبعاد زحلي البدر زحلي كنقلتي ليه زحلي يا كريستين انتي سر زحلي مطبعتي عنا يشين الأداء هيدا عطابة هيدا عطابة وفي مبدنا غيرنا بالحب نبلي عيونك بعد وجدي وكل نبلي على المريخ لو بتجد نبلي فرت مثل الغريبة ولكعين يا ها هي يا ها هي شكرا خلينا نشوف الزجل هلأ بالآخر بالليك آآ بالآخر بالليك محفيني أم وقت كتير بالآخر شيء اللي مختملك بالزجل هلأ الآخر هلأ عم نختم هلأ عم نختم آآ طبعا طبعا خلينا بس شوف الزجل هو مش ضروري يكون ملحن هايك فيك تقرأ ملاحن؟ خلينا اسمع شيء وطنيات بالزجل عندك طيب طيب حالي يعني شيء عاللبنان بأمري لأنه غزل حكينا آآ لبنان نعم جنتنا وموطنا إي إلا بجو ما أمنت عنا أول عجيب يقامها الفادي بأرضه بوقته ريتنا كنا آآ يا سامعين اتوحدوا زيادي انتوا المجد والصخر والبن عاحبنا ما منقبلش هادي المحب عمره ما بيتهنى نحن شعب موهوب متهادي والحرف والأخلاق من عنا بشق بعلي صوت وبنادي لا تفرتوا بلبنان يا حكام لبنان تاني نحن معنا لبنان تاني نحن معنا كتاب زجل وعطابة عم بقرخ أكيد هيدا التراث اللي نحن عم نفقده للأسف اللي هو العطابة والشروقي بشكل أساسي كلمة أخيرة لقلك للمشاهدين هاتك عم تطلع بشي بيت شاعر خلص إذا نسيت مش قصة لا نسيت لا هنا بنشكرك من جديد على هاله بحكي من بعد التلحين نعم بحكي من بعد التلحين بدي تضلي مقابيلي نحن يا هالمجتمعين معكم نبقى ترتيلي هلو طبعا طبعا نحن أكيد نبقى مع المشاهدين ترتيلي شكرا لقلك فعلا يعني هيك بتعبر بكتابك أنا ملتحف بالغيوم وحبيبتي فوق النجوم شكرا لقلك الأستاذ ليس صدقة بولبل البردوني شاعر المنبرين وأيضا كمان العطابة والشروقي والزجل مشاهدين رحنا رح نتابع معكم بهذه الأجواء الحلوة اللي عم بتشوفوها بقى فقرات برنامجنا الصباح المباشر أنه رو معنا خليكم معنا شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر